نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفيها فصائل المعارضة تسيطر على مواقع عسكرية في معارك فك الحصار عن حلب قوة سوريا ديمقراطية تسيطر بشكل شبه كامل على منبج عقب معارك مع تنظيم الدولة البشاورات اليمنية تنهي أعمالها بتزامن مع إعلان حثيين وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي مشترك مرحبا بكم إلى هذه النشرة ونستهلها من سوريا حيث تستمر هجمات فصائل المعارضة السورية المسلحة على مواقع استراتيجية تابعة لجيش النظام في ريف حلب في محاولة منها لفك الحصار المضروب على مناطق نفوذ المعارضة في أجزاء واسعة من المدينة وركزت المعارضة المسلحة عملياتها على مواقع استراتيجية من بينها مجمع الأكاديميات العسكرية هكذا بدت أهم قاعدة عسكرية للنظام السوري في حلب من الجو المجمع المعروف باسم كلية المدفعية تعرض لقصف بجميع أنواع الأسلحة التي تملكها فصائل المعارضة السورية وتظهر صور بثتها الفصائل النار والانفجارات تلتهم مباني الأكاديميات العسكرية المختلفة أما من الأرض فيتضح حجم القتال الدائر واشتباك الأطراف من على مسافات لا تتجاوز مئات الأمطار وبينما تؤكد المعارضة أنها سيطرت على كلية المدفعية يقول الجيش السوري أنه صد الهجوم وقتل المئات من المسلحين تقع القاعدة في حي الراموسة الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب وجنوب وجنوب غرب المدينة وتسعى المعارضة إلى كسر الحصار الذي يفرضه النظام على نحو ربع مليون مدني في الأحياء التي تسيطر عليها شرق المدينة وتبعد القاعدة المدفعية نحو كيلومترين عن منطقة المعارضة المحاصرة وتوجد بالقاعدة كمية كبيرة من الذخيرة وتستخدم بشكل منتظم لقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وتحاول المعارضة اقتحام شريط من الأرض تسيطر عليه الحكومة لعادة ربط قطاعها المحاصر في شرق حلب بأراض تسيطر عليها في غرب سوريا لتكسر بذلك الحصارة فعلياً وسيؤدي سقوط هذا الشريط أيضاً إلى عزل غرب حلب الذي تسيطر عليه الحكومة وتمكنت قوات سوريا ديمقراطية التي تحاول إخراج مقاتلي ما يعرف بالدولة الإسلامية من مدينة منبج السورية تمكنت من السيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال متحدث باسم المجلس العسكري لقوات المعارضة المتحالفة مع قوات سوريا ديمقراطية إن المعاركة ما زالت مستمرة مؤكداً أن نحو 90% من مساحة منبج أصبحت خالية من مسلحي تنظيم الدولة وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عرب قد شنت حملتها منذ شهرين بدعم أمريكي لترضي مسلحي التنظيم من آخر جزء يسيطرون عليه على الحدود السورية التركية وينضم إلينا مباشرة شرفان درويش المتحدث باسم المجلس العسكري لمنبج وريفها سيد درويش كيف تسير المعارك الآن وهل باتت قوات المعارضة قريبة من أحكام السيطرة بشكل شبه كامل على منبج وريفها بالتأكيد تحياتي لكم والمشاهدينكم المعارك مستمرة وحملات التحرير مستمرة طبعا نحن فيه اليوم السابع بعد الشهر الثاني من المعارك نحن في المرحلة الأخيرة من تحرير المعارك تحرير منبج نسيطر على أكثر من 90% من المدينة والمعارك تبعد عن مركز المدينة حيث يتحصل عناصر داعش حوالي 200 متر على المركز المدينة وعناصر داعش هم الآن متمركزون داخل المدينة في محيط 10% في المدينة القديمة ونحن مستمرون في حملة تحريرنا ونحن ندخل الآن المرحلة الأخيرة بعد السيطرة على الطرف الغربي والطرف الجنوبي والطرف الشركي من المدينة الآن داعش لديها بعض رحياء في مركز المدينة وحيئة سربة الذي يقع شمال المدينة فقط باقي متحصل في تلك المناطق ونحن مستمرون في حملة التحرير والمعارك مستمر نعم هذا في مدينة منبج ماذا عن ريف مدينة منبج هل لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة لديهم تواجد في هذه المناطق هل لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة لديهم أكثر من حوالية منبج محاشة يتم تحليل وغاق في مرات المدينة العناصر داعش حاولت تفك الحصار عن المدينة انتقل من خمسة مرات وفت فشل سيئة المرات من خمسة وتعصد تجنيع هجماتهم وجميع محاولات انباعت بالفشل لما أتى إلى انهيار صفوفهم فيها العناصر المحاصرين والداخل ينتظرون أن يتم تفك الحصار من الخارج ولكن حتى الآن نسمح حاولات داعش فشل شكرا لك سيد شرفان درويش ونعتذر مشاهدين على رداءة الصوت إلى اليمن حيث كشف الحوثيون أسماء أعضاء المجلس السياسي الذين كانوا قد أعلنوا عن إنشائه بشراكة مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لإدارة شؤون اليمن ما أثار أزمة أدت إلى عرقلة جولة مشاورات الحل السياسي في الكويت خطوة أخرى قد تحصف بما تبقى من مشاورات السلام اليمنية وربما تتجه نحو فرض أمر واقع جديد الإعلان الرسمي عن أسماء أعضاء المجلس السياسي الأعلى مناصفة بين حركة أنصار الله الحوثية وأحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح تزامن مع إعلان المبعوث الدولي عن نتائج مباحثاته مع أعضاء الوقتين كل على حدة والإقرار عمليا بوصول مشاورات الكويت إلى باب مسدود قرار الحوثي والجلاح المؤيد لصالح في حزب المؤتمر الشعبي العام إنشاء المجلس بينما كانت المشاورات تجتاز مرحلة دقيقة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي أثار حينها حفيظة الوفد الحكومي الذي هدد بالانسحاب ما لم يتم التراجع عن تلك الخطوة ومن المقرر أن يحل المجلس بحل ما يسمى باللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون في العاصمة صنعاء بعد سيطرتهم على المقار الحكومية وسيوكل المجلس وفقا لنص اتفاق الحوثيين إدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وقرارات المجلس بحسب تصريحات الحوثيين اجتمع المجلس السياسي وأختار رئيسا ونائبا للمجلس خلال الدورة الأولى رئيس الدورة الأولى للمجلس هو الأخ العزيز صالح علي محمد الصمات ونائبا للرئيس الدكتور قاسم محمد لبوزة خلال هذه الدورة تطورات يبدو أن علي عبدالله صالح يحاول من خلالها طرح المجلس كبديل لوفد محادثات الكويت من خلال تصريحات نأشار فيها لاستعداده للدخول في محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية شريطة وقف القتال وألمح صالح باللغة واثقة بأن هذا المجلس سيغير المعادلة والخارطة السياسية بعدما وصفه بالتحالف التاريخي بين حزبه المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي ويرى محلل في الاتفاق ميثاقا لتسوية حسابات وإقامة توازنات داخلية بين الحوثيين وحزب صالح لتقوية موقفهم السياسي والعسكري في اليمن بينما يرى آخرون أن له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية السياسية والعسكرية ووحدة اليمن ومن المرتقب أن يؤلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل والدشيخ أحمد تعليق مشاورات السلام واستأنافها لاحقا في إقرار ضمي بفشل التوصل إلى اتفاق بين طرفي الأزمة اليمنية وكان المبعوث الدولي قد أعلن نتائج سلسلة لقاءات عقدها على انفراد مع الوفد الحكومي من جهة ووفد الحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى لمناقشة تصوراته للجوانب السياسية والأمنية والعسكرية التي تضمنها مقترحه لحل الأزمة اليمنية بالإضافة إلى البيان الختمي لمحادثات الكويت ميدنيا سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية على قرية بلح وقرية الحول واتلة القناصين وجبل المنارة المطل على منطقة المديد في مديرية نهم شرقية العاصمة صنعاه وأعلنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية شن عملية عسكرية واسعة في مديرية نهم بغية تحريرها من مسلحي الحوث وصالح تحت شعار التحرير موعدنا وتأتي العملية ردا على الخروقات الأسكرية المتكررة لقوات الحوث وصالح في نهم على صعيدا آخر دعا الجيش اليمني سكان العاصمة صنعاه وضواحيها للابتعاد عن مقار الحوثيين ومواقعهم وأماكن تجمعهم حفاظا على أرواحهم متوعدا بالتعامل بحزم مع أي مظاهر مسلحة في المنطقة ومعنا من صنعام راسلنا خليل القاهري خليل تركيبة هذا المجلس هل تدفع ربما نحو تسوية سلمية للأزمة أم بالعاكس ربما تدفع نحو التصعيد نعم بالنظر إلى موقف الحكومة وأيضا المواقف هنا في الداخل فيبدو أن الأمور في طريقها إلى مزيد من التعقيد والتصعيد على المسار السياسي ولا يبدو أن هناك أفقا محددا لهذه المفاوضات أو يدل على أن هناك نوايا ربما للوصول إلى تسوية سياسية في القريب العاجل ربما أن هناك وفقا لبعض التناولات هناك احتمالية أن تنقل مفاوضات الكويت إلى دولة أخرى يتمها الاتفاق عليها وفقا لبعض التناولات ولكن هذا لم يتضح بعد وبالتالي لا أفق يبدو محددا لتسوية سياسية مرتقبة حتى هذه اللحظة بالنظر إلى تطورات التي تجري اليوم في الداخل والمتمثلة بإعلان المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد كما تم الإعلان عنه من قبل حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة أنصار الله الحوثيين بالإضافة أيضا إلى مزيد من التعقيدات الميدانية في أكثر من محافظة يمينية على ذكر التطورات الميدانية خليل على ذكر التطورات الميدانية عملية التحرير موعدنا التي أطلقها الجيش اليمني ما حجم هذه العملية وهل تقتصر على استعادة العاصمة صلعاء فقط أم هي ربما ستشمل مناطق أخرى في مرحلة أولى نعم كثيرون بداية قللوا من هذا الطرح وهذه الشعارات التي تم الإعلان عنها في عدد من المواقع التواصل الاجتماعي وقالوا بأنها هنا في الداخل تأتي بمثابة الحرب الدعائية ليس إلا وبالتالي لا صحة لما تم الحديث عنه من انتصارات كما قالت بعض المصادر الداخل هنا في منطقة نهم وأن معارك كر وفر ما تزال تجري في هذه المناطق ولم يتغير شيء على الأرض في جبهة نهم تحديدا مع وجود معارك كر وفر وسقوط مزيد من القتل طبعا في كل الأحوال من الطرفين حتى هذه اللحظة مراسلنا من صنعاء خليل القاهري شكرا جزيلا لك أكد مركز إعلام الأسر الفلسطينيين تابع لحماس أن أسر الحركة المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية توصلوا لاتفاق مع سلطة السجون ينهن بموجبه إضرابهم عن الطعام وشمل الاتفاق العديد من النقاط ومن بينها وقف كل أشكال التفتيش المهين والمدل ومنها التفتيش العاري وتحسين شروط حياة الأسرة في سجن نفحة وذلك بزيادة التهوئة وتخفيف الازدحام والتخفيض من حدة مشكلات أخرى يواجه الأسرة في السجون في شأن الفلسطيني أيضا فادت مرسلتنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم حملة مداهمات في مواقع مختلفة من الضفة الغربية واعتقلت قوات الاحتلال خلال الحملة أسيرا محررا في العبيدية شمال مدينة بيت لحم كما اقتحم جيش الاحتلال منازل أسر فلسطينية فجرا في مدينة الخليل وسلمت عددا من الشبان بلاغات أمنية لمراجعة مراكز شرطة الاحتلال قالت مصادر محلية في محافظة كاركوك العراقية إنما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أقدم على قتل عشرات المدنيين المحتجزين في قاعدة البكارة العسكرية في بلدة الحويجة وأكد المصدر أن عمليات القتل طالت 62 مدنيا من بينهم امرأة بدعوى محاولتهم الهرب من الحويجة ومناطق خاضعة لسيطرة التنظيم وتوقعت المصادر أن ينفذ التنظيم سلسلة عدمات أخرى بحق دفعة جديدة من المحتجزين لديه وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جهتها احتجاز التنظيم لقرابة 3000 مدني حاولوا الهرب من المناطق التي يسيطر عليها بمحافظة كاركوك أعلنت مصادر عسكرية مقتل سبعة من عناصر قوات ما يعرف بعملية الكرامة الموالية لبرلمان تبرق في اشتباكات مسلحة مع جماعات تطلق على نفسها اسم مجلس شورى المجاهدين في منطقة الظهر الحمر على أطراف مدينة درنة في الشرق الليبي وأعلنت قوات الكرامة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر قرب بدء عملية اقتحام مدينة درنة وأطلاق عملية عسكرية ضد جماعات مناهضة لبرلمان تبرق في المدينة التي تم استرجاعها مما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عام نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل حياكة المعاوز اليمنية مهنة تراثية تقاوم الاندثار أهلا بكم من جديد أفاد مراسلنا باعتقال 36 عنصرا على الأقل من عناصر الأمن التركي في إزمير على خلفية التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة كما تم توقيف ستة رجال أعمال أطراق من المدينة ذاتها بتهمة الانتباء لجماعة فتح لغولن ومذ محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي بدأت السلوذات التركية حملة اعتقالات واسعة في مختلف قطاعات الدولة لاجتثاث العضاء المشتبه بارتباطهم بغولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهم أنقر بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة والآن إلى جولة مع أخبار الاقتصاد سجلت الولايات المتحدة زيادة تطوق ربع مليون وظيفة في تموز يوليو في مؤشر إلى أن قطاع الوظائف أكبر قوة اقتصادية في العالم بحالة أفضل مما كان يعتقد وقال وزير العمل توماس بيريز إن الاقتصاد استحدث وظائف لسبعين شهرا على التوالي مستجلا الزيادة لأطول فترة حتى الآن ودفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسهم الأمريكية لتسجيل أفضل أداء يومي لها في شهر أعلن بنك رويل بانكوف سكوتلند البريطاني نجاحه في تعزيز موقفه المالي رغم تسجيل خسائر تشغيل تزيد على ملياري جنيه استرليني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بسبب التعويضات ونفقات الدعاوى القضائية وأشار البنكو إلى أن خسائر النصف الأول من العام الحالي هي ثامن خسارة سنوية على التوالي شاركت شركة أمازون دوت كوم لأول مرة بطائرتها للشحن الجوي في عرض جوي في مدينة سياتل الأمريكية الطائرة المستأجرة من ترازي بوينغ 767 تأتي ضمن سعي الشركة لإنشاء أسطول خاص بها لتوصيل الطلبات السريعة لكن محللين قالوا أن خطة الشركة لبناء الأسطول الجوي الخاص بها تشكل تهديداً كبيراً لشركات التوصيل الرائدة ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية خفاض طلبات المصانع الألمانية بنسبة 0.4% في حزيران يونيو الماضي في ظل تراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وأوضحت الوزارة أن طلبات المصانع من منطقة اليورو انخفضت بنسبة 8.5% وهو ما تم تعوضه جزئياً عبر زيادة في الطلبات المحلية بنسبة 0.7% وطلبات من الدول الأخرى خارج منطقة اليورو بنسبة 3.8% أحيى اليابنيون اليوم الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإلقاء أول قنبلة ذرية في التاريخ على مدينة هيروشيما جنوبية اليابان ففي صبيحة السادس من أغسطس آب عام 1945 ألقى طائرة إنولاجي الأمريكية القنبلة الذرية للتل بوي على هيروشيما ما أدى لاحتراق القسم الأكبر من المدينة بفعل موجة حرارة بلغت أربعة آلاف درجة مئوية وقضى الآلاف من سكانها على الفور ثم توفي بعد أشهر أو سنوات عدد كبير من السكان متأثرين بجروحهم وحروقهم أو نتيجة الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية ليبلغ إجمالي القتلى نتيجة الهجوم 140 ألف شخص وبعد ثلاثة أيام من تدمير هيروشيما ضربت قبولة ذرية ثانية سميت فاطمان مدينة نكزاكي والآن إلى أخبار الرياضة افتتحت دورة العلعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جينيرو بملعب ماركانا بحضور نحو ثمانين ألف شخص يتقدمهم 45 رئيس دولة وحكومة وجاء حفل الافتاح وسط أجواء احتفالية تميزت بالبساطة خاصة فيما يتعلق بقضايا البيئة واللاجئين وأهم ما يميز هذه الدورة هو مشاركة فريق من اللاجئين يضم عشرة لاعبين بينهم السباحان السوريان يسري مارديني ورامي أنيس يلتقي نادي برشلون الإسباني اليوم نادي ليفربول الإنجليزي في ملعب وومبلي في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية ويسعى برشلون صاحب الستة نقاط في المركز الثاني للفوز للتصدر الترتيب فرق البطولة التي يتصدرها باريس سان جرمان برصيد تسعة نقاط بينما ليفربول صاحب المركز السادس برصيد ثلاثة نقاط قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم المدرب الجديد إيدغاردو باوزا الذي تسلم قيادة المنتخب الأول خلفا للمدرب المستقيل جيراردو مارتينو الذي استقل بعد أسابيع من خسارة منتخب الأرجنتين أمام منتخب تشيلي في نهاي بطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي وأول مباراة للمنتخب الأرجنتين بقيادة باوزا ستكون أمام منتخب الأوروغوي في الأول من سبتمبر المقبل صعد الأسترالي نيك كريوس المصنف الثاني إلى دور قبل النهائي لبطولة أتلانتا للتنس للرجال وفاز كريوس في الدور الثامن للبطولة المقامة في الولايات المتحدة على الإسباني فرناندو فرداسكو المصنف خامسا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ستة أربعة وستة سبعة وستة ثلاثة حياة المعاوز اليمنية التقليدية تشكل مصدر دخل للكثير من العائلات التي حافظت على هذه المهنة من الاندثار وفي مدينة عدن جنوبية اليمن استعادت هذه الحرفة نشاطها بعد توقف دام نحو عام بسبب الحرب نبيل اليوسف والتفاصيل في هذا المعمل بمدينة عدن يقضي ديازن أحمد معظم وقته في حياكة المعاوز اليمنية ديازن الذي يعمل في هذه الحرفة منذ خمسة عشر عاما يتفنن في حياكة المعاوز وتزيينها بالنقوش المختلفة وإن تطلب ذلك منه ساعات طويلة لتلبية الأذواق المختلفة للناس والاستمالتهم في شراء هذا الزي وعلى الرغم من دخول الماكينات الحديثة إلى اليمن إلا أن الكثير من الحائكين لا زالوا يمارسون حياكة المعاوز بالوسائل التقليدية بواسط آلات بدائية قديمة تتكون من مجموعة من القطاع الخشبية ولا تنتج سوى عدد بسيط من المعاوز في اليوم الواحد المعمل ينتج عشر معاوز وإيجار البيع حق المعاوز يعني من خمسة ألف إلى عشر ألف ويخرج منها يعني من العمال إيجار وكهرباء وعني هكذا تقسم وتتنوع المعاوز وفقا للمناطق اليمنية التي تشتهر بحياكتها غير أن المعاوز البيضانية تعد من أكثر المعاوز شهرة في البلاد لمحاكاتها الزي اليمني القديم الذي تم اكتشافه في الرسومات والتماثير الأثرية للحضارات اليمنية القديمة أنا دائما ألبس هذه المعاوز الشعبية لأن الخامة حقا أصلي مش هزي هذه البضعة الصينية النوعية البيضانية هي أفضل نوعية سهولة تعلم فنون المهنة ويسر صنع آلاتها التقليدية دفعت مئات اليمنين العاطلين عن العمل إلى الارتزاق من صنعة المعاوز نبي رليس في التلفزيون العربي بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زور موقعنا على الانترنت العربي دو تيفي شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا على المتابعة وإلى اللقاء